بسم الله السلام عليكم و شراكم و شاء الله تكونوا كامل بخير و في احسن نحل اليوم جمزنا مع حلوة الغيت اليوم جبت لكم حلوة الفرماج جبت لكم اليوم قطو طاع فرماج قطو طاع فرماج هذا للناس زمان للناس بكري و لغوصة هذه تاع سيدة رزقي هذا القطو يحبه بالزف العائلة التاعي و هذا القطو معرفة عن الناس يشلف بزف انا العائلة التاعي احبوه بزف و انا ما كذبش عليكم منحبش نخدمه على جل ما يخرجش بزف تجيل كمية تاعه قليلة ذاك عليها منحبش نخدمه خدمته بنتي و حبيت نشاركه معاكم قلت هكذا بلك انتم تانية يعجبكم يجيكم خفيفه و خفيفه قطو طاعه بزف بنين و ما يكلش ما فيش تكاليف بزف اقتصادي ما فيه لا جوز لا لوس ما فيش كامل التكاليف المكونات توجدين في كل مطبخ خفيفه على اليد و خفيفه الخدمه و خفيفه في الديكور و خفيفه بزف و نشوفوا ما عندنا هنا حلوات الفرمج تاعنا و الجيل الحلوات الفرمج تجيب بزف بنينة او حلوات تاعب بكري تاعنس الزمان على البيبلي كما تعرفوا الضوء التاعه نروح و نشوفوا ما عندنا الحلوات تاعنا و عندنا كيس تاعفله فاني اختياري تقدروا تصغنوا عليه و عندنا حبة تاع البيض كاملة و عندنا مغرف تاع الميزينة مغرف كبيرة قرصة الملح و عندنا مغرف صغيرة تاع قشور قارس قشور قارس يعطلوا واحد القوب بزف شبه و واحد الريحة بزف شبه مع معريحة الفرمج هذا المغرف كبيرة و مغرف كبيرة يجدو الحلوات من المغرف صغيرة يجدو الحلوات بدون الكاملة تسخيف حلوات يا لحبة صغيرة يكبر الحجم خبزه بالفارينة حتى يتلمع معين و تكون العجينة خفيفة لكي لا يحبط لها في الفقور لابد ان تكون شد العجينة بعد ان اجلناها كامل و سيد ما قلت لكم هذا العجينة في البيض اختياري قد تصنع البيض قمت بتصنع البيض لكي لا تقدموا بطريق المرح فالسفق خفيفة قمت بتصنع البيض قمت بتصنع البيض و قمت بتصنع البيض لكي لا تزال بطريق المرح ان شاء الله تكونوا بمتعوني اسموات اسموات نضع الفرنة في الفرع الميض من 20 درجة نشعله من فوق و من تحت نضيف الحجم نضيف الحجم قور الأحمد نضيف الحجم نضيف الحجم نضيف الحجم نضيف الحجم نسخنها في الكسرون حسيلة حتى تريد الطبخ يكون القطو بارد لكن القطو بارد حسيلة مرجن تكون سخونة لا تزيد الهواء دعوها كثقيلة حتى تستطيع القطو بتاعنا نضغطها هنا نغطسها في الحسيلة التي تكون سخونة بعد قطو بتاعنا نخطبها مع الحشية دعونا احترى الصحراء احترى الصحراء بالنسبة للوقت وقت خدمي ووقت زيني نضغطها 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 250 جرام نضغطها 40 جرام نضغطها نضغطها 40 جرام نضغطها 60 جرام ثم قطو بخمير جبتها و أضغطها ثم قطوة جنجية ثم قطوة نضغطها جرام دور كبير في الحلوة يلعبوا دور كبير في الحلوة هذا هنا بعد قطوة حتى كمال لنضغطها حصلتها نضغطها كي يزيد الحجم الحلوى التحكم والحلوى هذي لازم العجين التحى تكون قصحة تكون تماسكة شوية مشي قصحة قصحة ما تماسكة شوية باش ما تهبطكمش في الفور وما تمشي لكمش هذا هو شوفوا القطو تازوا ولا ما فيه الا لوز لا جوز بالزف خفيف اقتصادي وبالنسبة على حسب مقدورك بالنسبة اللي هو الاصل تعويجي بالكفريت الله تعالى الجوز وهو لزفو القطو تحدي هو شوية من الوز حمسي وصحة ملحك جوية برقه مزاق guerra كوكاو يجب أن تقوم الكوكاو ثاني الكوكاو يجب ان تصعر ملحك جوية له الأختياط الاختياط والاصل التعوي يجيب بالكفريت يا سيدة رزقي داتو بلغو فريت فالتاع ناس زمان هذا على بني بلي كامل تعرفوا ان شاء الله يعجبكم وإذا كنتوا ناسينه باش تفكروا ان شاء الله يعجبكم وإذا جربتو ان شاء الله ينجح لكم أنا هنا بنتي هي اللي خدمته ومشي أنا مع رأي العطلة وكامل لهم اللي يرام ذاك في الكوزينة ويحبوا يخدموا لأول مرة تشاهدوا القناة تفعل الجرس باش يلحقها كل جديد وإذا اعجبكم دعوا لايك ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله ينجح لكم ان شاء الله نكون خفيفة عليكم ومع السلامة